وفي بغداد التي تستعد لزيارة الرئيس الإيراني الأربعاء فان وجهات النظر تتجاذب مع بعضها في توصيف الزيارة وأهمية ملفاتها لكنها في المقابل تعدها استثنائية لأن بزيشكيان سيكون أول رئيس إيراني يبدأ مهامه الدولية من دولة بالمنطقة وليس عبر أسيا أو الأمم المتحدة ما يعطي الانطباع على خصوصية ملفاتها الخبراء والمحللون الإيرانيون والعراقيون يتفقون على خصوصية الزيارة وملفاتها التي قد يكون الأمن والاقتصاد على رئيس الأوروبيات لطبيعة التداخل فيها سواء بنوعية تطبيق العقوبات الأمريكية وأيضا حدود المناورة المشتركة في عمل الفصائل واتفاقية الحدود الخبيرة الإيرانية بالشؤون العراقية محدثة رضائي قالت أنه عندما تولى الرئيس بزيشكيان منصبه كان البعض يشعر بالقلق من أن إدارته لن تمنح الأولوية للقضايا الإقليمية وستركز جهودها أساسا على إصلاح العلاقات مع الغرب لكن زيارة بغداد تظهر أن الحكومة الجديدة ملتزمة بتعزيز علاقات إيران مع الشعب والحكومة العراقية